أكدت الحكومة أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من ألية العمل ومؤكدا ضرورة الاستفادة من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد وخلال لقاء مع ممثلي التحالف المصري الإيطالي أحمد قناوي أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنها منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات ونقش الاجتماع تعظيم الاستفادة والاستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وإقامة خطوط إنتاج البلات اللازم لصناعات الحديد والصلب والذي يتم استيراده من الخارج ترجمة نانسي قنقر